وبالتالي التغيير في المادة دي هو ما فيهوش غير ثلاثة إضافات أساسية الأول إضافة إلى تقييم أنا عشان أقيم حتى قيمه على فترة زمنية فمجهوده أو أداءه في أول سنوي هيبقى له وزن معين وأداءه في تانية سنوي له وزن تاني وأداءه في تالت سنوي يكمل المجموعة ده في المستقبل وده لن يطبق بأثر رجي وبالتالي بعد ما القانون يخش مجلس النواب وتتم مناقشته وإقراره يطبق على الدفعة اللي هي النهاردة في الإعدادية ورايح أقوله سنوي إن شاء الله الخريف القادم اللي هو 21 يبقى أي حد في المرحلة السنوية لن يطبق عليه موضوع المجموعة يعني لو مجلس النواب الجديد أقر هذا التعديل أقر التعديل ده تبدأ السنة الدراسية جاية بيه ولا لأ يا فتن أولى سنوي اللي داخلين أولى سنة اللي داخلين أولى سنة اللي داخلين أولى سنة والسنة الجاي اللي هم النهاردة في الإعداد اللي هم النهاردة في الإعداد فيبدأوا المرحلة السنوية على التعديل الجديد بعد إقراره من مجلس النواب أيو إنما اللي كانوا في المرحلة أو كانوا وبقوا في تانية وثالتة مالهم شدعوا هيكملوا عادي طويل النوط اللحر